متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسوا جدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيش تصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية أخبار متفرقة ومتنوعة اليوم نبدأها بأهم أخبار وين تم القبض اليوم على عميد المحامين السابق ومنعه من الصفر حين كان في طريقه إلى الإمارات قال موقع تونيزي تيليغراف أنه تم منع عميد المحامين الأسبق والرئيس السابق لهائة مكافحة الفاساد شوق تبيب من الصفر وأورد ذات المصدر أن شوق تبيب أكد الخبر حيث فوجئ بالقرار في مطار تونس قرطاج عندما كان يستعد للصفر إلى الإمارات وكان تبيب قد سافر إلى هولندا قبل نحو شهر لإيداع شكوة لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية التجاوزة في الميدان وتم ذلك بتكليف من نقابة المحامين وفق ما نشره على صفحته بموقع تواصل اجتماعي فيسبوك وفي خبر آخر هيئة الدفاع عن عابير موسي قالت ما وقع مع الأستاذ الفرشيشي خارق للقانون ونددت هيئة الدفاع عن عابير موسي بما تعرض له الدكتور في القانون والأستاذ الجامع البشير المنوب الفرشيشي المحامي لدى التعقيب من خلال التسرع في إحالة على التحقيق أثناء قيامه بواجبه المهني بسجن المرنجية وعدم اعتبار لمبدأ ملأمة التتبعات في خرق صارخ للقال الفصل 47 من مرسوم المحامات وتجاوزات للإجراءات واعتبرت الهيئة في بيان لها أن ما تعرض له الفرشيشي يمس من رموز المحامات والجامعة التونسية واعتداء على الكفاءات العليا للبلاد وفق بيان صادر عن الهيئة ودعت هيئة الدفاع عن عبير موسي عميد المحامين وكيفة هيئة المحامات إلى التدخل الفوري لوضع حد لنسيف انتهاك حقوق المحامين والدوس على مرسوم المحامات والكف من تسليط المظالم نخطبه بخبار رأيهم الاحتفاظ بعشرة إطارات تبية وإدارية إثراء مداهمة أمنية ويندع الكتب العام الجامعة العامة للصحة حسن الميزني وزارة الإشراف إلى توفير كل وسائل العمل اللازمة وغرفة أمويد بطاقة استيعاب أكبر بمستشفى عبد الرحمن ميمين بأريانا وذلك على خلفية الاحتفاظ بعشرة إطارات تبية وإدارية بعد تعفن جثات مواطن حامل الجنسية الإفوارية بالمستشفى وقال حسن الميزني أنه تم دفع الشيك وفق الإجراءات المعتمدة لشركة خاصة بالدفن ولكنها لم تقم بذلك وسلمت الجثة للصفارة الإفوارية في تونس حسب تعبيره وأقر الميزني بوقوع أخطاء ولكن ظروف العمل قاسية بالمستشفى الذي يعاني نقصا لجستيا وبشريا أثر على سير العمل به لافتا إلى أن اجتهاد الإطارات التبية والإدارية قد يكون خاطئا ولكنهم نالوا عقوبة إدارية ترجمة نانسي قنقر